اشهد الحرف فطالي ها اشواج هماني بطال احطوا بيقيا يا طبي بطال يا شاطر طيب هذا هذا يا حلو هون عبودي هون حرف خاء اشواج حرف بطال برابا يا عبودي اشواج دال دب احسنت يا شاطر اشهد الحرف ذال ذال بطال اعلى اعلى سمكي بطال طيب وهي صاد احسنت يا بطال وهي سافر بطال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احبتي اهالي اطفال التوحد لقد عدت اليكم بفيديو جديد اتكلم فيه عن تجربتي في تعليم طفلي الحروف وزيادة مهارته اللغوية نبدأ على بركة الله كما اخبرتكم احبتي في فيديو سابق ان طفل التوحد يحاول تركيز عقله في شيء معين في المنزل لو لاحظتم جميعا نلاحظ ان معظم اطفال التوحد يركزون عقولهم يعني في شيء معين في المنزل طبعا معظم اطفال التوحد للأسف يركزون في الشاشات والهواتف الذكية لذلك يجب علينا منع هذه الشاشات منعا باتا في بداية الامر ويجب ان نكون حازمين في هذا الموضوع كلمة منع تعني منع باتا لاننا صراحة ان نجحنا في منع هذه الشاشات والهواتف عن الطفل سنقوم بتحويل تركيز الطفل الى شيء اخر في المنزل وهنا تكمن القصة كاملة لاننا ان استطعنا تعليم الطفل الحروف فهذا يعني زيادة التركيز والانتباه وايضا زيادة الادراك لديه وبالتالي سنستطيع بعد فترة ان نجعل الطفل ينطق كلمات باذن الله وفي المستقبل سيقوم بتكوين جمل صراحة ان شاء الله لكن هذا الشيء يحتاج الى صبر كبير وجهد اكبر وصراحة احبتي بعض الاطفال يحتاجون الى وقت اكثر من غيرهم ليتعلمون الحروف اي نلاحظ هناك اطفال تأخذ فترة شهر شهرين ثلاث هناك اطفال تحتاج الى ست شهور لتعلم فقط الحروف حسب ذكاء الام وذكاء الاب وطريقة العمل مع الطفل هذا الوقت اجب علينا ان لا نيأس مهما طال الوقت لاننا باذن الله سنصل الى الهدف والى الغاي التي سعينا وراءها اخي واختي بعد نجاحنا بمنع الشاشات عن اطفالنا الامر الذي سنجد صعوبة بالغة في تنفيذه وتطبيقه لتعلق الطفل الكبير فيه نجد جميع اطفالنا متعلقون تعلق كبير في الشاشات وفي الجوالات يعني مجرد سماع صوت الجوال ترى طفل التوحد يأتي مسرعا الينا وكذلك لو سمع صوت التلفاز على اي اغني او اي موسيقى يحبه تشاهده يعني اتى فورا ومسرعا لمشاهدة التلفاز ويركز كل انتباهه في هذا التلفاز وحقيقة اقولها طوال ما التلفاز امام الطفل حتى لو قمنا باطفائه سنواجه حملات شديدة من الطفل من بكاء وصراخ وعصبي كبيرة لذلك قلت لكم في فيديو اخر انني قمت ببيع التلفاز وملحقاته كاملة وحتى عندما كنا نريد زيارة احد الاقارب كنت اقول لهم ان التلفاز ممنوع وخبوا الهواتف حتى قوموا بتغطية التلفاز لكي لا يراه الطفل لا نريد ان ينتكس الطفل والحمد لله رب العالمين وجدنا تفهم كبير من من حولنا يعني خلاصة الكلام احبتي منع يعني منع لكي لا نشتت انتباه الطفل وهنا يأتي دورك ايتها الام وأنت ايها الاب لو فكرنا صراحة بشكل قليل ما هو الشيء الاقرب الى الشاشات واليوتوب بالهواتف التي كان الطفل متعلق بها تعلق شديد يعني لو فكرنا قليلا شو هي الاشياء القريبة الى اليوتوب او الشاشات لو وجدنا صراحة ان هذه الاشياء بعد تفكير يعني يعني صراحة معنا التفكير شو معنا التفكير صراحة قمت انا وامه بالتركيز قليلا 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 ها يعني شو الطفل ليش بيحب الشاشات ليش بيحب الهواتف شو المحتوى بالهاتف شو المحتوى بالشاشة فكرنا قليلا أنا وأمه بعد التركيز فجاءتنا فكرة الكتب المدرسية لعرضها أمام الطفل لأن الطفل صراحة بعد منع الشاشات عنه أراد أن يركز انتباه في شيء آخر فطرحت علي أمه فكرة أن نشتري له كتب يعني نقوم بشراء كتب تحوي على قصص ملونة ومصورة للأطفال تحوي هذه الكتب على بعض صور الحيوانات وبعض صور الأطفال يعني أمور يحبها الطفل وقريب نوعا ما إلى ما كان موجود في التلفزيون وفي الهاتف في قناة اليوتيوب التي كانوا يحبها الطفل وفعلا قررت شراء بعض الكتب لهذه القصص واخترت صراحة طريقة جيدة لجذب انتباه الطفل إلى هذه الكتب فقد كان لديه أخ أكبر في الروضة وفي ذلك الوقت قررت استغلال هذا الطفل لمنفعة أخيه وفعلا يعني استطعنا نوأمه إيجاد طريقة نوعا ما لتعليم أو ليتعلم طفلي المصاب بالتوحد من أخيه الذي أكبر منه فأجلست طفلي المصاب بالتوحد في حضني ومسكته لأنه كان شديد الحركي في ذلك الوقت وأخوه الأكبر جلس أمام أمه التي بدأت تقرأ له القصة بطريقة تجذب الانتباه طبعا لكل أم طريقتها في التعليم وبدأت تقلب صفحات الكتاب بما فيها من صور ملون للحيوانات وتعرض هذه الصور أمام طفلي المصاب بالتوحد لكي يراها طبعا على أساس أنها تقرأ هذه القصة لطفلي الذي في الروضة وبعد تكرار العملية لمرات طبعا كل يوم أحيانا مرة أو أكثر صراحة يعني كل ما قريت أمامه وعرضت الصور أمامه أكثر وأكثر كل ما استفاد أكثر يعني حاول أن تكون عدد المرات في اليوم ثلاث مرات أربع مرات حسب تقبل الطفل والوقت الذي يعني وقت الفراغ الذي تملكه وكذلك جعلنا أخوه الأكبر يقرأ أمامه وكنا نعلمه كيف يتصرف لكي يجذب انتباه أخاه وتفاجأنا حقيقة بعد مد قصيرة أن الطفل بدأ بجلب الكتب بمفرده ويقلبها وبدأ بنطق كلام غير مفهوم بالبداية يعني صار يروح على الخزاني شوفوا جاب الكتاب حطوا صار يقلب فيه بدون مساعدة أي أحد أحيانا إذا كان لا يصل إلى رفع الخزاني يضع كرسي يصعد إلى الكرسي ويأتي بالكتب وبدأ يقلبها شوف الصور الفلاني شوف الصور الفلاني وبدأ بتقليب الكتب بدون مساعدة أي أحد وأهم شيء أن نبدأ بنطق كلامه ولو أنه غير مفهوم لكن يعني تفاجأنا كثيرا حقا عندما سمعنا منه كلمات وقال كلمات حقيقة للمر أولى ففرحنا كثيرا وكثيرا وحقيقة كان يقلب الكتاب الذي تبلغ عدد صفحاته المئة صفحة خلال الثواني معدودي يعني ما تشوفوا لقلب الكتب صفحة وراء صفحة ويتفرج على الصور وبشكل سريع جدا جدا سبحان الله كنت راقبه عن كثب يعني لكي أفهم وأدرس ما يدور في عقله لكي أستطيع مساعدته وهذه نقطة مهمة جدا لك أي تؤلم ولك أيها الأب مراقبة طفلك في المنزل جيدا واستغلال الشيء الذي يحبه في مساعدتي ولقد قلنا في أنفسنا إن هذا تطور كبير صراحة لأن الطفل لم يكن يبدي أي اهتمام ولا أي انتباه إلا للشاشات يعني صراحة إذا كنت بتخرب الدنيا حده ما بيطلع ولا بيحس وبيعمل حاله وانه سمعان وانه شايف إلا أن هذا حقيقة تطور كبير استطاع أن يصل إليه الطفل بمساعدتنا والحمد لله رب العالمين ومن هنا قررت أنا وأمه إدخاله إلى المركز لكي يكون تحت إشراف مدرب جيد يعني لازم مدرب يشوفه حقيقة المدرب يقوم بدور كبير في مساعدة الطفل وتوجيه الأهل إلى الطريق الصحيح ومن هنا صراحة أتوجه بفائق الشكر والاحترام إلى مدربه الأستاذ خالد الحمد الذي كان له دور كبير في مساعدة هذا الطفل وعلى إخراجه من يعني باللغة العميمة نقول حط أول رجل على أول درج يعني واستطاع إخراج أول كلمة وقام بنطقها وهي صوت البطة واق أو باللغة أخرى باق باق بالرغم من قصر المد التي بقي فيها طفلي مع هذا المدرب إلا أنه فتح لنا أبواب كثيرة لنتعامل مع الطفل لذلك نوهت لكم على دور المراكز في تدريب الطفل وخاصة المراكز المهتم في فيديو سابق وصراحة من هنا قررنا بذل كل قوانا وجعل إرادتنا قوي للتقدم بهذا الطفل نحو مستقبل أفضل فقررنا تعليم هذا الطفل الحروف الهجائية فكنا نربط له بين شكل الحرف وبين الصورة المقابلة مثلا كنا نقول له حرف الألف ونريه شكل حرف الألف ونربط له صورة حرف الألف بصورة الأرنب ألف أرنب وحقيقة كانت هذه الحروف كلها مخزنة في ذاكرته لأنها كانت تعرض عليه على قناة طيور الجن التي كان يشهدها بكثرة فوجدنا استقبال وارتياح الطفل لما نعرض له من حروف وأمثلتها فكنا نحن الأهل بمثابة هذه الشاشات بالنسبة للطفل وهي نقطة مهمة يجب عليكم استغلاله وعيه أن تجدوا الطريقة الصحيحة للوصول إلى نقطة التواصل بينكم وبين الطفل يعني متى ما الطفل فهم عليكم ولو بشكل بسيط نقول يعني بدأتم بالطريق الصحيح بإذن الله إذن فكنا نحن بمثابة هذه الشاشات بالنسبة لهذا الطفل ولكن بطريقة علمية وغير مضرة له ولا لدماغه فاستطعنا بفضل الله وبالصبر وبالمتابعة أن نجد أفضل النتائج ومنها تواصله معنا أصبح أفضل بكثير وحفظه للحروف وتركيزه أيضا زاد بفضل الله فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم بحاجة إلى خلوة جدية للتفكير بحالة طفلك وماذا يحب هذا الطفل وعلى ماذا يركز لكي نضع له الأفكار التي تطوره وتجعله أفضل يعني أيها الأب وأيتها الأم أرجوك أن تقعد أن تجلس باللغة التي تحبزها وتختلي بنفسك ولو قليلا وتفكر بحالة طفلك يعني فكي قليلا الطفل ماذا يحب راقوا عن كسب يوميا راقوا يوميا راقوا بإذن الله ستجد طريقة ما للوصول لكي تجعله يتواصل معك طبعا في البداية ستجد صعوبة نوعا ما لكن بإذن الله بإذن الله تعالى يعني مثل ما أقول لك هاي البداية للخروج من طفلك من عالم التبحث وأرجو منكم أيها الأهل عدم اليأس وأن لا تقولوا تأخرنا فأن نصل المتأخرين خيرا من أن لا نصل وحب ذا لو يعني كان مثلا هناك حديقة حيوانات في منطقتك استحب طفلك إليها ولو ساعة كل يومين ثلاثة اشرح له قليلا علمه قليلا بإذن الله ستجد طفل رائع جدا جدا ولا أحد يقول لي ولا طفل يبيعزبني وطفل ما بيقعد وطفل كثير الحركة وطفل عصب وطفل كذا جميع أطفال التوحد لديهم هذه الصفات لكن خطوي خطوي بإذن الله ستختفي كل هذه الصفات ولاحظوا بالفيديو الطفل كيف يستجيب أقول له ضع يديك على الطاول يضع ما هذا الحرف يعني سبحان الله كان كثير الحركة لو أعرضت لكم مقاطع فيديو لهذا الطفل والله لن يصدق أحد صراحة لدي مقاطع فيديو لهذا الطفل وهو صغير يعني من كثرة حركته وكثرة عصبيته يعني بتقوله هذا فعلا طفل آخر وطفل تاني وسأعرضها حقا عليكم في مقاطع لاحقة بإذن الله وحقيقة الحديث يطول كثيرا والنقطة الأخيرة التي أتوجه بها إليك أيها الأب وإليك أيها الأم هي أن تجلسوا قليلا مع أنفسكم اجلسوا قليلا مع أنفسكم وحدثوها ماذا يحب الطفل ماذا يفعل الطفل في المنزل ماذا يقوم أثناء النهار راقبوه عن كثب بإذن الله تعالى ستصلون إلى نقطة وصل بينك وبين طفلك أيها الأب وأنت أيها الأم أنت أيها الأم كونك تقضين الوقت الأكثر في المنزل راقب طفلك عن كثب أرجوك لا تهمل الطفل وتطعينه أمام التلفاز وتقولين لنفسك سيتحسن عندما يكبر حقيقة إن لم نتلافع هذه الأمور سنجد أطفال شريسين جدا في المستقبل وأخيرا ولا أريد أن أطيل أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال هذه الفكرة التي ستساعدكم أيها الأهل كما ساعدتنا نحن في تحسن طفلنا بإذن الله وبفضله وأتمنى منكم الاشتراك في هذه القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته للجميع لكي يتعم الفائد وترقبونا بإذن الله في فيديو قادم يوضح لكم أفكار يعني قمنا بها فأدت إلى تحسن الطفل شيئا فشيئا فشيئ إلى أن وصلنا به يعني ما بدي أقولكم إلى الشفاء التام صراحة خلنا نقول 60-80% بإذن الله وبفضله ودمتم بأمان الله أحبتي